قصتنا النهاردة عن مكة اللي أول ما تولدت لقيت نفسها في بيت جدتها عشان أمها كانت متخنقة مع أبوها وسيباله البيت فضلت عند جدتها سنتين رجعت مكة بيت باباها فتحت عينها بقى على مشاكل مشاكل دايما بين الأب والأم ملاقيتش مكة أي حنية من الأب الحنية اللي بيقولوا عليها لما كان بتاعي مكانش يوديها الدكتور كان بيسيبها لحد ما تخفل وحدها مامتها نفسها كان بتطلع خنقتها من المشاكل عليها كان بتقول لها يا ريتني رميتك وتجوزت كبرت مكة بتدور على حد يسمعها على حد يفهمها صاحبت زميلة لها وكانوا في أعدادي فالبنت عيرتها بعد أول خلاف ما بينهم لما وصلت بقى السنوي اتعرفت على واحد اتعلقت بيه سبها مكة حاولت تنتحر أكتر من مار في مارة جت لها جلطة واتحجزت في المستشفى تخيلوا يا جماعة جلطة تيجي البنت عندها 17-18 سنة في النهاية أبوها طردها هي أموتها من البيت راحت مع أمها تعيش بقى مع خلانها بس حتى خلانها من كتر المشاكل بقوش طيقين لمكة ولا أمها ولا عايزين اسمعوا عنهم وعشان كده من نورنا ومشرفنا النهاردة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية ازيك يا دكتورا؟ احنا بحركة راسيك الحمد لله كله تماماً انتعلم في القصة الجميلة دي القصة مأساوية القصة مأساوية كبيرة بتشمل عديد من القضايا والمشكلات الأسرية اللي احنا دايماً بنتكلم عليها مشكلة أولى مشكلة العنف الأسري طبعاً مشكلة تانية مشكلة البخل العاطفي والمادي ما هو دايماً بنقول البخيل المادياً بخيل عاطفية فهي بتعاني من البخل العاطفي والمدي مشكلة تالتة عدم موجود حد يسمعها او يحبها مفيش احتواء مفيش رحمة بيها مفيش حب ليها وهي افتقادها للحب والحنان ودي اهم الامور اللي ممكن تخلي عندنا حد صحيح نفسيا وصحيح جسديا حتى هي حتة انه هو يكون عنده حب وحنان حواليه انما دي مفتقدة هذا الامر فبالتالي دي كلها مشكلات مشكلة كمان مهمة جدا هي سألتها في الاخر وتقول قولي نعم دي ده اخر حاجة وطبعا قالتها هي حتة ان هي المستقبل قدامها مظلم حد يبقى الدنيا مقفلها في وش قولك الدنيا مقفلها قدام بس انا ما اتجيبليش نهاية القص الاول للاس عايزة ساحاة كتير قوي طبعا ما انا مش بجيبها يعني فيه جملة وحوداتك قلتها انا بسمعها على طول بس ما بعترضش يعني بس انا عايز اعترض ليه البخيل ماديا هيبقى بخيل عطفين مع ان المشاعر مش بفلوسه وبيخاف بس يطلع من جيبه او من ارشه لكن لما يقول كلمتين ما انا بقلاش ليه ليه دايما البخيل ماديا يبقى بخيل عطفين هي وكأنها صفة شاملة فيه هو ما بيطلعش الافلوس ولا بيطلع مش يارب بيطلع اي حاجة يبتبقى صفة عامة موجودة موجودة فيه خلي بقى لحضرتك انت حضرتك بترفية النظرنا الحاجة مهمة جدا هو ساعات فيه واحد يبقى بخيل على الحواليه بس مش بخيل على نفسه اه طبعا نبخل على الحواليه اه لا فبيعمل لا فيه حد بيبخيل على نفسه يفضل برضو معه الفلوسه بتاع بس برضو يجيب لنفسه حاجة لبس اي كلام ما يجيبش لبس بالفترات الطويلة ما ينزهش نفسه زي ما بيقوله كده ومعه الفلوس ما يدكنها يقولك المستقبل انما فيه حد لا يبخل على اولاده يبخل على زوجته ما بيخرش على نفسه اللي ما بيخرش مثلا مع اشعارف ايه تجوز واحدة كلام ده ما يبقاش بخيل عليها بقى دي ليه بيطلع شوية بقى المشاعر اللي عنده مع هؤلاء مع هذه الشخصيات لكن في الواضح العام هو البخل صفة عامة بتاخد المشاعر وبتاخد كمان التصرفات طب هو البخيل يخلف ابن بخيل زيه زي ورث ابن ورثه لا طبعا الصفات دي من الصفات المكتسبة وفيه صفات عندنا اصلا دي خلاص بنتولد بيها طبيعي اللي هي ممكن تكون في بعض الصفات الشخصية وان كان برضو في الاخر ممكن نعدلها من الطلبة مش جسمانية يبقى احنا ممكن نعدلها انما الصفات اللي هي مثل زي البخل والعصبية والكرم هي صفات اه ممكن اكتسبها من المجتمع المحيط بيه بسه دي من يقول لك العصب يجيب عصبية عشان المجتمع هو قاعد في حاجة البيئة المحيطة بيه في هذا الامر فبالتالي بيعمل كده انما يستطيع ان هو يعدلها هو في الاخر هي مش موروثة هي مش حاجة اتولد بيها واصبحت صفة فطرية فيه ولكن هو موجوده في وسط بيئة بتعمل هذا الامر ممكن يخليه اكتسب شايف الناس مثلا الاب والام بخلاء هو كمان يطلع زيهم طب المثل اللي بيقول لك من جاور السعيد يسعد ده في علم النفس ليه تحليل اولية اه ليه تحليل ان انا ان انا بالتالي لما هكون جانب حد بيدحك اللي يقولك حتى السعادة بتاعهم من الناس هيعود يهزر معايا ويكلمني هيعود يخرجني من الامور اللي انا فيها فبالتالي هيبقى سعيد حد كريم طب لو انا بقى امامتي عندها مشاكل مع ابويا لازم يبقى انا عندي مشاكل معجوز يعني ممكن اورس الخناءات دي يعني او السلبية اللي بتحصل في البيت لازم يبقى انا بيتي كده ممكن او ممكن لا لان انا طبعا اكيد كلنا يعني او انا عمتا بعترض على كلمة فاخد الشيء لا يعطيه لان اللي افتخط بعض الامور الخاصة بالمشاعر ممكن يعطي اكتر واحد طبعا ويبقى احسن عارف الحارج ده برضو رأيك ايوة لانو تحرم منو فهيديه ويبقى حنين فيه صحة فعشان كده ممكن تتولد في بيت يكون فيها زي المشكلات تقول انا مش عايزة اكون كده انا عايزة عايش حياتي سعيدة ومكونش عندي هزي المشكلات فتدي مشاعر طيبة في هذا البيت وانا عارف ان ده برضو رأي حضر سي ربنا يخليك يا دكتور ليه بقى بابا حنين مع ولاد اخوه يعني مع ولاد اعمامها ويبتتفرج ليه واش مانا مع اياله لأ اقول لحضرك لي لان هو واخد كرهوهم او عدم حبه ليهم من عدم حبه لامهم يعني هو عايش مع امهم يعني تحس ان هم خلاص بيكملين مع بعض وخلاص انما هو واخد حتة ان انا مش بحب الام فبالتالي ينعاكس ذلك على الابناء دي حاجة الحاجة التانية هي طبعا هي مكة بتوصف من وجهة نظارها هو مش شرط يكون بيحب ابناء اخوه او الحب يعني اللي يبالغ فيه ولكن هم مش مكلفينه حاجة مش تعبينه في حاجة لا هيطلبوا منه مديات ولا هيقولوله والنبي انت عندنا مسئوليك كذا ولا بتاني انما التانية دي عايزة فلوس عايزة روح درس عايزة رحمة درس الحاجات دي من نسباله عملاله مشكلة عملاله ازمات التانية بقى يعطف عليهم ويعملهم هل بقى لو طلبوا منه هتشوف الحنان والحب ده اعتقد لا طيب وافل بابوها فعلا بيكره لما يكون فيه مشاكل بين الام والزوج يعني من الام و الاب هل الاهل يكرهوا يعني اهل بابوها دلما تكون بيكرهوا العالم لما يعد يحكي طيب العالم زن بهم ايه ما يكرهون انا يعني لو انت عدوكم مشاكل معي انا كرهون انا مش تفرم معي بس العالم زن بهم ايه بيعطفوا بيوسموها اول حاجة بامها نمرة واحد نمرة اتنين قد يكون هو بيحكي برضو عن ابناء وما هي برضو في الآخر مكة بتحكي من وجهة نظار احنا منشوف الحتة الأبعد هو الراجل ده واضح انه هو بيحكي كلام سيء عن أبناء ولانهم بتحرك بتقولي ما بيحبهمش بتعامل معهم وحش بيبخل عليهم فبالتالي هل هو بقى لما يقول الكلام ده كله بيعمل ايه بيعمل حاجة اسمها رد فعل لا شعوري او بيعمل برضو حية الدفاعية لا شعوري ايه ان انا رغم انه محدش سألني اقول ايه على فكرة دول وحشين وبيعملوا كذا اه رغم انه محدش قال لي حاجة بس انا حاسس من جوايا انه هو اكيد هيتقال علي يا الراجل ده بخيل مع ولاد راجل نابع بيضامي فبتدي اعمل حيلة لا شعورية دفاعية عن نفس انا بتكلم بقى ايه ان ان دول وحشين فبالتالي اكي اني بدي جي اللفسي مبرر انا ليه بتعامل معهم وحش هو العيال دي والجيل ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبقى جيل بقى سريع جدا جيل انترنت او سوشل ميديا او او هو الاعجاب ده بيبتدي من سن كام يعني هابدأ معك بالاعجاب مش هابدأ معك حشو ما بقوله حب وروحي وحبيته اكتر من الروحي كان الاعجاب ده بيبدأ من سن كام يعني من سن البلوغ ولا الاعجاب ده بيبتدي بدري عشان كل واحد وكل بيت بيتفرج علينا يبقى عارف عياله برضو بيفكره ازاي انت لازم تقوموا تفاهم هم عايزين ايه بما انك طبعا استشاري العلاقات اثارية واجتماعية فقولينا المجتمع ناخد بالنا ازاي انا عيالي يبدأوا كده قلبهم يدق وشايفين ان اللي قدامنا ده احنا معجبين بي امت الطبيعة زي ما حالك قلتي يعني في سن البلوغ اللي هي البنت هتبقى خلاص بتطلع فيه سن يعني هي تبقى سيدة يا عب البلوغ مفيش الكلام ده فيش اعجاب ده انا بقول حالك لسه كامل ده بقول انه ممكن ده يكون الطبيعي او الغالب انما مع وجود السوشيال ميديا والمشاهد ان احنا بنتفرج على افلام حب افلام او رومانسية ممكن يتواجد من سن صغير ممكن يتواجد من سن 12 سنة 11 سنة 10 سنين يتواجد كل ما سن يعني من 10 سنين ابتدي اشوف كده اللي هو من بداية سنة المراقق كده انا نفكر انه ابني او بنتي ممكن يوصل ابن الجيران او على السوشيال ميديا او او واستوعب بقى العواطف والمشاعر دي ازاي لانه اغلبية الامات المصرية طبعا معاها اسلحة كتير جدا كلنا عارفينها ازا كانت الشماعات ازا كانت المجدات ازا كانت اي حاجة ممكن ترمي بيها وفي الاخر العل بتعمل من وراها اللي هم عايزينه فالامة بتكسبش حاجة خالص المفروض الاستيعابي بعمل ازاي مثلا من غير ما هي تيجي تقولي لو انا اكتشفت او لما هي تيجي تقولي اعمل ايه في جميع الاحوال ما عندناش حاجة دايما بنتكلم عليها غير ان احنا نبتدي نفهم اللي قدامنا بنفهم الطفل عندي ان دا ما ينفعش دلوقتي انت طب ايه هو ليه ما ينفعش قولي اجابات منطقية نقدر نقول ان هي تخدها صديق ما تخدهاش يعني ايها تحباها تتجوزها لا انا بحباها عايزة تبقى بتاعتي انا بس تتكلم معينا بس ما اقدر اقول ان الكلام ده اخلي بالحضراتك ان الاطفال اللي حالك بتتكلم عليهم برضو بيبقى عندنا لما بنحط شوية محازير او رولز بنمشي عليها هم هيستوعبوها لا وبيعملوا دي بيتس يعني هو ممكن يقعد يتناقش معي انا بشوف ودي احسن حاجة انه ان انا اخلي عنده شخصية اتناقش معي اتناقش معي اتناقش معي انا قلتها بس تتكلم بأدب وانت بتتكلم اقول لي مش عاجبك ايو بعد سنة معينة تستطيع ان ان انت تحب لما تقدر تفتح بيت لما تقدر تصرف لما تقدر ان انت لما تطلب منك حاجة بتاعتك دي باباها ومامتها بصرفوا عليها لما تقدر بتاعتك دي تقولك انا عايزة كذا فانت هتدهولها عايزة ان انا مثلا فلوس هتجيب لها عايزة لبسة هتعمل لها صعب ان هو يستوعب داوي يقولك انا اشتغل وكا بنات بقى يعني حتى اقول الرجالة ممكن شوي ان انت ايه تدايقوا بالحتة دي انت قادر تجيب لنفسك بونتالون انت قادر تجيب لنفسك مش عارفية حبيبي يال انت بيدفع لك كل حاجة البنت بقى لما تقعد لما تطول لما بديجي نقول لها كده يعني هكسر رئابتك او هقوم اضربك او او لا بيبقى صح اصفي بيقولك البنت تتضرب الولد ما يتضربش بالعكس ولدية تتضرب ولدية تتضرب احنا النهاردة بنتكلم على نظريات كراس يعني احنا فيه ناس بتيجي تقول لي ايه احنا تربينا على الضرب وما حصل لناش حاجة مبدئيا ممكن يكون حصل لهم وهو ما بيقولوا ما حصلني يعني مش عارفين يعني هو بيكلمني قدامي دي نمرة واحد نمرة اتنين اللي انت تربيت عليه زمان طلع حاجات دلوقتي جديدة حديثة بتقولك ان ده كان غلط ان انت لما بتضرب ده بيعمل لها بيعمل مشاكل نفسية بيخلي الطفل فقر الثقة في نفسه وبيخليه ممكن يكون انسان عانيف ممكن يكون انسان منطوي فانا بالتالي ما اعملش هذا الامر مع ابنائي في الوقت يعني ولا زقة كده من اللي احبتها لا زقة ماشي زقة ماشي وطلع انا عارف زقة كده عارف اللي هو تطلع غلك يا اخي لا ما انا خليش عارف اللي هو انا هسكت زي ما امامتها اللي امامتها بتعملهم معاها مع امكة لما تقولها انت السبب وانت وانت وتحضنها ده عادي ده ما يطلعش طفل عنده تروما او عنده مشاكل نفسي اكيد طبعا ان هي بتقولها ايه بتقولها بتقولها يا ريتني كنت رميتك واتجوست يا ريتني زي ما الامات كلها مثلا بتجيت مثلا تقول ده انا كان زماني بقيت بيكاسو وانتوا عطلتوني عن احلامي يا ريتني كنت سيبتوكو يا ريتني ما جبتوكو وفي الاخرى تروح ايما حضن طبعا بيطلع حاجة اسمها مشاكل نفسي بيطلع زي ما احناك قلت الصدمات دي بتبقى طبعا حاجات اكبر من كده شوية ممكن يكون اكتر شوية ولكن هي في الوقت الحالي ده اكتر حاجة هي يطلع عندها حاجة اسمها احساس الرفض ان هي مرفوضة من احب الناس اليها ومن اهم الناس اليها وده دايما هذا الاحساس يعني احساس صعب وبشع وهو حاليا لما منشوف انا مش عايز طبعا اذكر بعض المشكلات اللي حصلت وان كانت خطأ ان حد بيروح يرتكب جريمة حد بيروح ينتحر حد بيروح يعمل بسبب ايه بسبب انه حس انه مرفوض من احب الناس اليها او يبقى غالبان ويجي له جلطة زي ما حصل او يمكن كان بيحصل زي ما يا دكتور انه العيال كان فيه عيال بتنتحر يعني انا بقيت اشوف زي ما احنا بقيتنا نشوف على السوشيال ميديا انه فيه نسبة انتحار او عيال بتحاول او يقف على عايز اهتمامه هو ده بيبعايز ينتحر بجده العايز اهتمام ممكن يكون هو كان عايز اهتمام ما وصلوش فبادئ انه هو ينتح زي ما بقول حضرك حساس رفض يمكن من يعني اكتر او بدأت النظريات او بدأت الكلام يقتر عليه سنة 2003 تحديدا اتعامل عليه بعض الابحاث وقاله واضطرح ان نفسه امتى الواحد بيفكر فعلا في الانتحار وتكون عليه نفسه ودنيته وحياته عندما يشعر باليأس وفقدان الامل وانقطع الامل بتاعه وممكن يكون انقطع الامل ده يكون من شيء نفسي بني ادم بطل يحبه حد بطل يحبه عمل البني ادم عماته فهنقول فقد عمله فقد فلوس محتاج عليه ضغوط كتير انا مش عارف انه هو يعني يتصرف فيها انما احنا عندنا دايما بنقول ان الاسباب اللي بتؤدي الانتحار اول حاجة اسباب عاطفية نمرة اثنين اسباب متعلقة بالعمل نمرة تلاتة اسباب صحية ساعد كمان في ناس عندها مشاكل صحية بقولها كان عازي اخلص من حياته هو يخلص نفسه اه اسباب انه هو بنتحر بسبب اسباب عاطفية او اسباب صحية على فكرة يعني مش عارف انا دايما بحبها عندي بحزير شوية ولكن انا هقولها موجودة برضو باسباب اسباب دراسية اسباب انه هو الفشل الدراسي وموجودة عندنا انا دا اللي بقولك لما بيحط الضغوط على واحد انك لازم تبقى مسلا دكتور تبقى مهندس تبقى كذا ولانه نفسك بالاخر جاب 60% ولا جاب 55% فبالتالي دي من ضمن سبيب اسباب عاطفية بتلقى فيه او حاجات بيعملها البناء ادم قدامي اعرف انه هو ممكن ينتحر يعني مسلا مكة قطعت شرائنها وقدم ميتها وحاولت ازاي ازاي لو فيه حد في البيت بيفكر او حد من حوالي بيفكر انا اعرف اول حاجة الكلمات اللي بيقولها استخدموا الكلمات ان انا عايز اموت ان انا عايز انتاح ان انا مش حابة بالدنيا ان انا دي بعض الكلمات بس ما بتبقاش بتقل مرة واحدة بتقل فيه اكتر من نمرة اتنين انه هو يكون منزوي كتير قاعد لوحده على غير العادة ابتدى يقعد لوحده كتير بعد مشكلة بعد صدمة انتكلام ده كله ما نقولوش كده واحد عادي ممكن قاعد بيفكر شوية عنده صدمة او عنده مشكلة فبتدى يقعد يفكر لوحده التفكير ده ممكن يجيب له اكتئاب ممكن يوضيه للانتحار اللي هو عايز اقول لحركة الرقم ان كل 40 ثانية فيه حد بينتحر في العالم ده ده اللي انتحر بالفعل بيسبق ايه محاولات انتحار دي ععدادها كبيرة جدا فلو كمان عمل محاولة انتحار كل 30 ثانية 40 قوله 40 ثانية ده بيقول لك انه كمان بتبقى اعلى نسب كانت في سويسرا مع انه مقمة الرفاهية مرعبة اه بيعضو ده لعندهم حاجة للشوكولاتة وعادي والسويد اه اه الدول دي برضو فيها مثل هذه النساء بيمكن دول متقدمة واللزيزة وعندهم الحياة حلوة والبلد حلوة جدا وكل حاجة حلوة ولكن تركيزهم على افتخاذ بعض الامور اللي مش موجودة عندهم هو اللي بيعمل كده لما بيعملوا دراسات عليهم هم ليه بيعمل كده هو عنده كل حاجة ونقصوا حاجة فالحاجة اللي نقصها دي هو بيعمل عليها الفوكس الكبير جدا وبيعمل عليها التركيز الكبير كان نفسه زحمة اه يمكن في بعض الفنانين وبعض الناس المعروفين برا عملوا يعني انتحروا بالفعل والناس ممكن يكون الناس يعني ملء السمع والبصر والكلام ده كله تقوله هو انتحر ليه هو انتحر عشان قعد يركز على الحاجة الوحيدة لنقصها وحتى اللي بيانتحر من الأسباب العاطفية كانت كانت حالات كتير جدا طبعا سمعنا عن قصص كتير جدا اه وممكن يكون عنده اسباب يعني كل مقاومات الحياة برضو حتى هنا بس نقصه ان اللي كان الشخص اللي كان بتحبه بطل التحب او سابت وروح يعمل زي المحاولة او محاولة الانتحار او انتعرف لو عمل محاولة يبقى احنا كده ده كده يعني ايه منتحر هيبقى في المنورطقب يعني ممكن نفهم اللي حصل ده ان ايه ممكن تنتحر اكيد طبعا ممكن خاصة ان مش شايف ان اللي حواليها بيساعدوها في اي حاجة هم بيعملو لها ايه لما لوها عملت كده هل تدوها الحب والاحتواء مامتها بتاخدها معها في كل حياتة بس مامتها لا حولها ولا قواتها ليها يعني انه هتعمل ايه هي بتاخدها وفي نفس الوقت مامتها مغلوبة على امرها وبتقول لها كلام سلبي كتير جدا هو لو راجل جاء المراته لو ما كتبت ليش الورث هعمل وهعمل 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 الست عشان تنتقش عارو تكتب لي ورثها وتسكت لا طبعا انا ضد هزا الامر يعني جميلات يعني وما كتب ليش الورث اه لا انا من نسبة اخي انا انا حاكله من نسبة الحق الشرق اه الحق الشرق اللي فرضهولي ربنا عز وجل وهو ليه زمة مستقلة طبعا فبالتالي لازم نعرف ان انا اه لا هو ده مش من حق طب لو الست قدت له كتب لي ورثك يا ام بص ولا كده ولا كده ولا كده هو انا النهاردة انا ادي للانسان طوعية من حب هو الراجل ده ممكن ما يقولهاش اكتبيه الورث ممكن حب حبها لي لو هي بقى هتحب وهو بيديها حب وعاطف تعمل له لو هو عايزه من غير ما وتديه له اكتر من الورث ولكن من غير ما يضطه وفي الاخر اللي عيالنا وانا هديك وانت تديه من هو عيالك هتغل وهو ليه خايف من اه عايز ياخب من طبعا انت هي معايش معايك ولا عشان كل شوية بيطلقها وكل شوية بيهنها وكل شوية بيقل من قرمتها فبالتالي لما ياخب منها الورث ويطلقها يبقى هو كده ايه ما تقدرش تعمل له حاجة انما هو عشان كل شوية بيقل منها وبيقل من قرمتها انما انا ممكن بالحب والاحتواء والحنان والاحترام ااخب من قدامي كل حاجة هو هيشوفني محتاجها يدين بس مش اخدها كده مش بالعافية اه اكنز لنفسي يعني طب انت رأيك انا كنت بيقولك بانه الحظ لا مش بيورس زي ما حركت بتقول لا الحظ ما مش كان بس ايه رأيك في المثل الشهير اللي بيقولك انه بخت امي خدته في كمي يعني خليب لك الامثال مبنية على حقائق كبيرة او مبنية على حقائق وثقافتنا اه وبرضو هي ممكن تكون بتكاء يعني المثل ممكن تكون في ثقافة وممكن تكون صحة ممكن تكون خطأ ولكن انا قلت انه هو بيبقى معمول ايه من التربية احيانا مش لازم ان انا اخد البخت سواء احنا قلت انا تربيت في حق وضع تشاؤمي مش اقولك ايه تفقال اخرى تجدوه والتشاؤم ده وردو في الاخر بيؤدل ان احنا ايه ان احنا نفضل انا شايف ان هي طول الوقت بتتكلم على ان انا بخدتش حظ من الدنيا وانا تعبانة وانا شقيانة وانا مش ممكن انا كبار يطلع عندي هذا المفهوم فاعمل ايه اجزب الطاقة السلبية لنفسي واجزب الطاقة لو احنا النهاردة وعلوم الطاقة بتتكلم عن هذا الامر وبردو حاجات حديثة يعني الكلام ده بجد يعني مثلا لو حد طلع على الستيج ياخد جايزة او او يقولك ايه انا انا خايف الاحصناء على الستيج انا خايف الاحصناء انا شاكي هقع هيوقع بجد ممكن توقع والدائما بنقول حتى اللي خايف انه يسقط بيسقط والخايف انه هو الوح اتقدم حتى لو بنيجي نقول لحد اختار شريك الحياة ما تقولش انا مش عايز المواصفات دي غالبا هتجذب المواصفات دي قول انا عايز واحدة مواصفاتها كذا ما تقولش انا عايز واحدة ما يكونش مواصفاتها جازة غالبا دل فالعظم ما تأخدها بحظفرها نعم اه بص قول انا مش عايز يعني عارفوا ايه لما تيجي تبقى عايز قول انا مش عايز فهتيجي العكس صحيح فهلا بتحصل كذا وتحصل كذا حتى في الابناء تقولك انا مش عايز بنتي كذا يقولك انا نفسي ابني مش عارف يا تلاقي ابن معامل العكس وهو كأنه هو جاذب الطاقة السلبية الكلام بتاع الطاقة ده كمان مش مبني على ان الناس بتقول علمه بس ما هو موجود برضو عندنا في ديانات السماوية دايما بيكلم احاديث او ام انه تفاعلوا خيرا تجدوا انا عند ظن عبدي بي او انما العسري اسرى انه ياسم من روح يلاقي الى القوم الكافرون الروح ينتحي الروح يعمل الدنيا سودت فوش وما هو برضو انت مفروض عندك ربنا عز وجل اللي حتى لو الدنيا تقفلت عليك بتقول يا رب ودايما نقولش ان انا يا رب عندي هم كبير وانا هم عندي رب كبير طبعا فبالتالي انا بقول لها ان الكلام ده كله لو هو بيتقلمك وهي يعني عايشة بي مش هيحصل لنهيات افكار الانتحار اللي هي موجودة هي عندها كل الافكار القصة كلها سلبية جدا خاصة هي لقيت الحد اللي يحبها ويحتويها ويديها الحنان وبتقوله يا باب اللي هو حبيبها اللي هي قالت عليك حبيبت ايه اللي هي قالت ان هي حبيبت هو ده حبيب ده اللي هي شايفت فيه ان هو ان هو بيمثلها ما تشوف هي ان شاء الله يعني دكتور والله هي بيمثلها كده هي كان بيمثلها حاجة مش موجودة يعني ايه حب عند الاخرين لقيت لحد اللي قال لها انا بحبك والحب اللي يجي يقولي بحبك ومش قدر طبنا ممكن كل يوم حد يقولي بحبك ومقدرش عايش من غيرك كه سلام هو الشخصية دي اللي هي بتحكي عليها هي هو فعنا يديها حب وده تقدير وامان هي كانت مفتقدة حتى قالت انا بقيت اقوله يا بابا اللي انا مفتقدة اقولها الباباية انا بس قصت بقى ان هو سابها وبايد عنها والكلام ده كله انا مش بهنا بقول ان هو صح ولا غلط انا بحلل ليه حبة هذا الشخص ما هنا ممكن زي محرك يعني ايه حب حب يعني احتواء يعني مشاعر يعني اهتمام يعني اهتمام بالتفاصيل يعني لما يجي لي مشكلة معينة الى ايه واقف جنبي الى ايه بيسأل علي ما هدي كلها بتورس الحب هو اكيد عملاك حاجات دي الامان اللي عمره ما يمشي هو هو بقى مش انك تقولي اهتمام وانك تأكلني وجاب لي مش عارفة ولا الهواء هل هي ما هي برضو في حتة مفتقدة هي الحب اللي دي تورده كله هل هو مسلا كان يعشمها بالزواج هل هو قال لها انا انت معايا ما تخافيش من حاجة هو صاحب هو صاحب يعني انا رفض حتى اللي انا اقول صاحب يعشان انا ايه عندي عندي مشاكل مع المراقين مع تيناجرز مرعبة وكل شوية احنا ايه انه بنتطور اكتر وبالعكس يعني بقين احنا اللي كنا في قمة التحضر زمان واهلينا مربينا بس باحترام بقين احنا رجعين جدا اتخيل يعني انا واحد زي تلت رجعية جدا انت قديمة اوي انا قديمة انا انت عارف انا مين يا انت عارف لو كده انا بتكلم على الاخلاق يعني انا يعني هو المجتمع مش يضغير اللي هيقوله عليك زمانه ولا يقوله عليك ادي حبيبتي ونفس الكلام والله مام الفرق بس ان انتو الكميونيتي او المجتمع بتاعكو اختلف شوية بقى متفتح اكتر فانا هقول انه انه مثلا اللي كان عايزي تجوز صاحبتها اللي كان عايزي تجوزها قالها خلي زيتنا فدقنا عشان نتجوز انه بقى احنا لاتنين حبايب يعني يبقى هي مع صاحبي وانا معيك فهو كان القصة كانوا انهم ماشيين في سياق الجواز طيب انا عشان كده اقولت الحراريك وهل هي لما حول بنات المفروض تتجوز وعندها سنة كم سنة والله انا ما بفضلش انها تتجوز في السنة ده اقول بابتداء مثلا من حجل وعشرين انما في بنات بيجوز كامل حجل وعشرين 21 ابتداء من كده بس كان انا 21 ايه تمام متخرجة اه تمام متخرجة كده لما تحتاج للعمل ما تلاقيهوش بسهول تلاقي نفسها انها كان مفروض تقولك ده انا قلت في سنة ثانية ده انا تتجوز وانا في سنة ثانية ماكملتش فتعتبر انها معها سنوية عامة فبالتالي وفضل انها تكون ناهي تعليمها بقى عندها نطق شوية وكافية بقول ابتداء ولكن ده يعني انا عن نفسي شايف انه هو ممكن يكون 23 و25 ده برضه سن مناسب وسن كويس 30 ده وجهة نظر حريك طبعا ممكن تحترم لما تكون كونت حياتها كونت قراءها كونت فكر شافت كل الناس قدامها واختارت ده برغم انها عملة شافت وراحت وجدت وشتغلت وانا شخصية وانا مختراك انت دونا عن الكل طب انت عارفة حضرتك ان الابحاث اللي بتتعامل والدراسات لما بتقول ان المتأخرين عن زواج مش هستخدم الكلمة التانية وما بحبش هستخدم حزبنها من 35 و 30 وانا شايف ان ده المفروض يطقع حشان كده يقولك احنا عندنا 12 مليون لا لا انا جاية من هناك وبقولك لا انا شايف ان هي مفروضة انا جاية من هناك انا جاية من هناك انا لا في طاقة ولا في صحة مش قادرة والله يا بني ايديتك كنت جيت زمان ولا حد الكلام الحلو ما بتبقاش قادر انه فعلا لا 30 انا شايف انه سن فرش سن لذيذ جدا 29 يا جماعة نتعرف على بعض نتجوز 30 بعد سنة لذيذة جدا لكاتي يتقول 35 و 30 لا انت بتبقى من حرفة ده الظهري مش قادر انت بتبقى بتفكر انافر الظهري ازاي وبعد كده يشوف يومي يمشي ازاي لا انا بقول حريك اه هم بيحسبوا بالسن ده عشان كده يقولك فيه عندنا 12 مليون مش عارف فتاة مش عارف ايه ان هم تأخروا في الزواج بيحسبوهم ان هم تأخروا في الزواج لما وصلوا لهذا السن فبالتالي احنا بنقوله زي ما احنا قلت انا خبت 30 ده سن مناسب انا عن نفسي قول 23 و 25 وان كان برضو ارجح كل ما يكون اكتر كل ما يكون افضل نحن عندنا ناس بتخاف على بناتها اول ما تدمن 18 سنة سطرهم احنا قلنا عشان معرفتش تربي عايز تسطر لكن انت معرفت تربي اتخليها وسط الرجالة كلها ماشي يا راجل عايز يبني ماشي يا 6% راجل وانا ما حدك زي ما قلت هتبقى 30 دي عملت خلصت دراسات اشتغلت خلت خبرة في الحياة بقى عندها باكراوند عالية بقى اتشافت حاجات كتيرة في احداث فلما تيجي تتجوز هتحط الكلام ده كله في بيتها طيب انا عايز اسألك سؤال خبيث شو عين هو امها بترجع لابوها ليه هو ده حب غرام وانتقام هي قالت في النص عشان الاولاد ما هي هي عيلة في الرسالة بتاعتها بقى الست بترجع عشان الولاد والست محدش هيقدر عليها وتقول عيالي لا المغلوبات على امرهم عندنا في المجتمعات بتاعتنا الشرقية والمصرية بيرجعوا لهذه الاسباب قلت الحيلة المادية او حتة ان انا شايفة ان الابناء كده خليهم موجودين مع بعض وكده وكمان في عندنا حاجة مهمة جدا وهي ارتباط وانا اقول الكلام ده هو كلام نفسي شوية ولكن ده موجود ان احيانا الشخصات بتبقى متعلقة مرتبطة بحد بيئزيها نفسيا ده شيء هتقول لي لي عليه مش طبيعي بيحب التوكسك لا لا اه بس بيحصل ده ده احنا شوفناها حتى لما احنا بنقول السينما مراية الواقع تقولك انا حب اللي زعقلي ويشكومني وما مش اللي بيطبطب علي صح هو في كده صح هو شيء خطأ ولكن احنا بنقول ان ده اللي بيحصل احيانا متعلق بالشخص اللي بيئزيه نفسيا عشان لقيت عنده او رحتي مش معايشك ومش بيأكلك مش ده الكلام اللي بنقوله تقول للمكة ايه بقى اختم معك بمكة اقول للمكة ان انت مقدمكيش غير ان انت تعملي حاجتين هتصبري ما احنا كلنا بمعايزين نحق اهداف بنصبري هتصبري تخلصي دراستك تشتغلي يبقى لك وضع وكيان تخرجي من هذه القوقعة اللي انت محطوطة فيها اللي هي في الاخر مش هتقدي بيك اي نجاح لازم تخرجي من هذا البيت وانت وقف على رجليك تخلص ممتها معاها ولا تخرج تمشي وتسمح والله لو هي خرجت بقى وتستطيع ان هي تقدر تشتغل وتصرف على ممتها تخلص ممتها معاها وترحمها من هذا الامر ان ما كانتش ممتها بترجع بقى برضو حبا في السيطرة وحبا في ان يتعامل معاها كده انما تخلصها معاها لو تقدر ان هي تعمل كده ولكن احنا عندنا منقول لها يا مكة كلنا بيبقى عندنا امور معينة بنتطرنا انتظر اهتمي بالدراسة اهتمي يبقى معاك شهارة بعدها كل ده اهنتي وهتلاقي ان الكلام ده كان اصبح ماضي اوعي ترجع تنتحر تاني اوعي تفكري في انك تأذي نفسك او تضر لنفسك في اي وقت من الوقات افتكري ان انت عندك ربنا عز وجل مش معقولة هيضيع كل تعمك ده على الفاضي في يوم من الايام هيديكي انتظري بقى وخدي الحاجة الحلوة اللي ربنا شهلهلك قبل ما تروح اتموتي نفسك وتفتقد الحلو اللي ربنا شهلهلك وانتي مشوفتهش لسه عيش ايام حلوة وبعد كده بيتكلم بشكرك ونورتين مرسي يا دكتور عام شكرا جزيلا